ايوه مرحبا يا طريقي كيفك يا محمد؟ هذا البروح على فلسطين بيتغير صوته؟ بيصير احلى اهلا سهلا فيك في اول حلقة معي انا فرع عبد الحميز بهيك الويكند وخليني ابرك لك اهلا فيك خليني ابرك لك بالاول على حصولك على جائزة الامتي في ام اي لالفين واربعطاش كافضل فنان في الشرق الاوسط خبرني عن مشاركتك وتوقعاتك بعد ما تأهلت المرحلة التانية ونهائية يعني صدقيني انا كتير سعيد بهاي الشغل اسمحيلي بالاول يعني اقولك اه اه او احيي كل مستمعين اذا عدت فانوراما في عام متحية لقلك فرح اهلا سهلا فرحة كتير سعيد بتأهلي بهاي المسابقة عن الشرق الاوسط كتير سعيد وشيء عظيم بالنسبة لقلي بتشكر كل انسان صوت لي جمهوري الحبيب فانزي على السوشال ميديا في كل مكان على دعمهم المتواصلة اليه اه بصراحة ما كانش هذا الشيء لولا لولا الجمهور والفانز وكل الاحبة والاصدقاء اللي دعموني وصوتوني وما زالوا بدعموني من بدايتي حتى هاي اللحظة اه كان مشاركتي بالأم تيفي اللي هو باغنية عساف تري سيكس اللي عملت لها مونديال البرازيل اوكي اه وبناء عليها تم ترشيحي لهاي المسابقة يعني مجرد ترشيحي للمسابقة يعني كان بالنسبة لي شيء مهم وعظيم احمد رب العالمين وبتشكر كل الناس اللي دعموني وصوتوني مثلها لهاي المسابقة وان شاء الله بتمنى انهم يظلن يصوتوني ان شاء الله بهالمسابقة تقدر انه انافس على العالمين باذن الله وان شاء الله هيك برجع بتصل فيك لما تحصل على لقب افضل فنان عالمي في هالمسابقة يا محمد الله يخليكي يعني سراحة هديني بك فيني الشرف انه انا اكون مرشح يعني للجائزة نفسه انا كتير سعيد بهذا الشيء اكيد هذا الاشي واضح يا محمد من محبة كل هالجماهير لا الى كله هذا منعكس اكيد على نسبة التصويت العالي بنتمنى لك كل توفيق وبما انه بلا شكل 2014 كانت سنة خيرة عليك يعني الحمدلله وحصدت خلالها عدة القاب وجوائز خاصة بعد تتويجك الارب ايدل العام الماضي اليوم اصدرت اول الالبوم لقلك وبيحمل اسمك يا محمد عصاف كيف شايف الاصداء لهلأ وشو بتخبرنا عن هالعمل الجديد يعني شوفي يعني سلحان الله شغلات كتير عم بتصير معي الحمدلله يا رب يعني كتير شغلات مميزة وصدقيني لولا كل هالمحبة هالناس وهالدعم ورضى الوالدين خليني احكي لك تصراحة يعني الحمدلله يا ربي هاي شغلات يعني اكتر ما انه اقولك انه شغلات عظيمة بالنسبة لي وكانت لي يعني مجرد يعني احلام يعني شوفي عم تتحقق الحمدلله هالالبوم كتير كتير سعيد فيه اول الالبوم للي وحمل اسمي وتعامل مع عدة ملحنين وكتاب مخضرمين في العالم العربي صراحة كان بالنسبة لي تحدي هذا الالبوم انه انوع بشكل هتام يعني الحمدلله استطعت انه انا اعمل كل اغنية يعني مختلفة عن التانية تماما وجو اخر الحمدلله رب العالمين الاهم من هيك انه نجاح هذا الالبوم بالنسبة لي من خلال وتصدر على الايتونز مراحل اولى على مستوى العالم العربي في عدة دول وبلدان زي الامارات زي السعودية قطر مراتب اولى في مصر في لبنان مرتبة الثالثة يعني هذه الشغلات كتير 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 سيدقين عظيمة بالنسبة لي الحمدلله يا رب انه يعني خليني احكي لك شغلي انه يعني ثبت لي الحمدلله هذا هذا النجاح اللي انا حققته بسبب وقوف الناس معي واحبتي واهلي الحمدلله يا ربي يعني كانت السنة حافلة صراحة الحمدلله الحمدلله تمان جائزة الموركسدور ويعني مش عارف شو بدي اقول لك يعني لا يعني ما شاء الله انت من المقلعين من بداية هالسنة ومن الالفين وثلاثاش وان شاء الله بتضلك مقلع وكل هيك هالأضواء والنجومية يتضلها حواليك بكل مشوارك الفني وكل السنوات القادمة يا محمد يا الله اسألك يا فرح خليني اسألك عن تعاونك مع الموسيقار الكبير ملحم بركات في اغنية شو بتخبرونا كيف يعني اضافت لا اسمك كنجم شاب عم بشوق طريقه بالساحة الفنية من اوسع البواب والأضواء والعين ما شاء الله عم بيكونوا دايما عليك بس محمد بنسمع من عندك هلأ لوينا بروح خلي المستمعين يسمعوها وبعدها رح نرجع لنسمع اجابتك انا اوكي اشتركوا في القناة 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 وتعطن مني انشاء البالي عليك حيصيروا السمتين ما بتحكيني انت نسيت هيكبون عليك لوين بروح وانت امنك معي خوفي بلبي وعيوه تعبال انا مش روح انا ما بحمل اسا سوحي وعم بالمكسة وزعلال لوين بروح وانت امنك معي خوفي بلبي وعيوه تعبال انا مش روح انا ما بحمل اسا سوحي وعم بالمكسة وزعلال اشتركوا في القناة مبيح للمشواء الا حدك انت وينك ما عم تسأل كيف عغيابك من ها اللي شو بدك يعني بدك يا نكون بعيد مبيح للمشواء الا حدك انت وينك ما عم تسأل كيف عغيابك من ها اللي شو بدك يعني بدك يا نكون بعيد لوين بروح وانت امنك معي خوفي بلبي وعيوه تعبال انا مش روح انا ما بحمل اسا شروحي وعم بالمكسة وزعلال لوين بروح وانت امنك معي خوفي بلبي وعيوه تعبال انا مش روح انا ما بحمل اسا شروحي وعم بالمكسة وزعلال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الناس مجرد送 الى الام Då ورج latency ورجنا لكم مستمعين 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 ال Application Pano Guevara FM في هيكلї week-end معي أنا فارع عبد الحميد وضيفي محبوب العرب العرب ايضا محمد عصاف هل وسهلية فيك محمد عن الجديد اهلين يا طبرة محمد كنا قاد普نا revenir نحكي عن العمل اللي قمت فيه مؤخرا مع الموسيقار الكبير ملحم بركات بأغنية شو بتخبرونا شو انتباعك عن هالعمل يعني أكيد سعيد كتير بهالأغنية وخاصة التعامل مع موسيقار كبير زي الموسيقار ملحم بركات شيء مهم لأي فنان يمكن في بداية مسيرته أنه يتعامل مع اسم كبير وملحن مخضرم فكانت شو بتخبرونا من ألحان الموسيقار الرائع ملحم بركات وكلمات نزار الشعر نزار فرانسيس وتوزيع توني سابع طيب وبعد لوين بروح لوين عم بتفكر أنت محمد تروح مثلا ممكن نشوفك بالتمثيل سياسة إذاعة برنامج عمل جديد شو بتخبرنا يعني أكيد أنا أعرف شي لقلبي عن اللي هو غنائي بصراحة ممكن أفوت بموضوع التمثيل يعني فيه شغلات عم تنعرض علي وعم بفكر فيها يعني خيات وإن شاء الله يعني بطلع إيك بشغلي عم بفكر يعني بحاول أنه أستشير اللي حولي يعني بحكوا معي عساس أنه أنا أمثل يعني طلبت صراحة يعني مش مخبة عليكي طلبت لعمل في رمضان القادم مسلسل ولكن عم بفكر يعني نتمنى لك أكيد كل التوفيق وإحنا دايما بانتظار كل جديدك والحصري اللي عندك دايما وفقت للبانوراما ومحمد هلأ وصلنا لفقرة بكلمة رح أعطيك كمان موقف والمطلوب تجاوب عليها بصراحة وبكلمة واحدة مش أكتر نعم نعم بكلمة واحدة يا محمد لو مش فنان شو بتقول؟ لو مش فنان شو بتقول؟ إعلامي الله الله بدك تضرب علي هيك أنا 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 مخلص على قائمة تعامل وإعلامة على ذكرة آه أوكي حلو كتير طيب التوفيق طيب والشهرة بالنسبة لإلك؟ الشهرة الشهرة بالنسبة لإلي بكلمة يعني خلينا اقول لك جزء من حياتي وعالم الفن غير فيك؟ عالم الفن غير فيي اسئلتك شوي بدأت افكير عفكرة يعني اذا بدأت منك اياه بكلمة طب اعطيني هيك شي مختصر يعني اوكي ما بدي اصعبها عليك يعني فديني يمكن ما اغير فيي بس يعني حملني مسئولية اوكي طيب وشو اكلة اطيب اكلة عندك يا محمد اطيب اكلة هو بصراحة انا شكلكم بعدكم متغذين في فلسطين بداحكيلك شغلة يعني بالبلد عنا بحب صنيف بطاطا يعني من الامة يا سلام الله يخليلك ياها يا رب طيب الحب شو بيعني دك الحب نص الدين ورد القصائل ورد القصائل يا فلسطين فلسطين اكيد واخيرا مواقع التواصل الاجتماعي اضافت لمحمد عساف اضافت له كثير اضافت له كثير 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 وبنتمنى اكيد تضلها عم بتضفلك بشكل مستمر بكل اطلاتك وبكل اعمالك وبالسنوات الجاي لقدام بدي اتشكرك كثير محمد عساف كنت ضيفي بهك الويكند معي انا فرح عبد الحميد ان شاء الله بتشوف الخير على وجهك بما ان انت اول ضيف بتكون معي في هالبرنامج يعني انا اسمحيلي حابب ابركلك على هالبرنامج ان شاء الله يعني ربنا بوفقك ان شاء الله من نجاح لنجاح الله يبارك فيك يا رب اسلام لي الله يخليك يا فرح طيب اغنية اخيرة محمد هيك مقطع صغير من اي شي من الالبوم بتحب تسمعه على المستمعين اكيد بدي اقولهم عن اغنية كثير عجبني موضوعها بالبومي الجديد موضوعها هيك حبيته كثير يعني حسيته عم بحكى عني يعني يللا صامعنا كلنا عالسما كثيرا ايوها اغني ايوها اغني ايوها اغني ايوها اغگني انا اطلنا يا ما تغنى علي ايوها اغني على كل اللي بيحصل فيي ايوها اغني بس بحرقة علشان قلبي واجعني بجد ايوها اغني على اللي بانته وفي ثانية تكسر وتهد هفرح وامسح دمعي بايدي وربنا ما يحودني الحد ايوها اغني عشان الغنى بيهدي وبيطيب ويهون ايوها اغني على اللي في وشي بيضحك وفي ظهري بيتلاون انا لو هحسب من اللي خدعاني يبقى هموت وانا لسه بعد ايوها اغني على اصلنا يا ما تغنى علي ايوها اغني على كل اللي بيحصل فيي الله الله يا محمد محمد عصاف شكرا كتير لإلك الله يخليك يفرح شكرا كتير لإلك شكرا لكل مستمعين تسلام